توجيه الملكي الأخير من أجل إستار فتوى تهم المقترحات الخاصة بمدونة الأسرة هذا الواجط طبعاً الذي نطلق منذ زمن نبغي نترحل لك سؤال سيدتي فيما يهم كيف سيستوعد مجلس هذا الاختلاف في الرؤى حتى توجيه الملكي أيضاً كانت هناك تصريحات كتقول باللي رأي توجيه الملكي دعا إلى اجتهاد منفتح كذلك في جهة أخرى الأصوات تقول أن الملك ذكر قاعدة عدم تحليل الحرام وعدم تحريم الحلل كيف ستستويبون كل هذه أنا سأبدأ من الدستور فدستور 2011 وقبله الدستر السابقة أثرت بشكل جيد مهام جلال الملك بصفته رئيساً للدولة ورئيساً للقيادة العليا للجيش وأيضاً صلاحياته وسلطاته كأمير للمؤمنين فالفصل 41 من الدستور يحدد صلاحيات جلال الملك بصفته أمير للمؤمنين ماذا يقول هذا الفصل؟ أن جلال الملك أمير للمؤمنين لما تنقل أمير للمؤمنين فمن واجباته وصلاحياته وصلاحياته حماية الصغور وأيضاً حماية الملة والدين فإذاً هذه مهام إمارة المؤمنين ثم الدستور يضع رهن إشارته المجلس العلم الأعلى الذي يرأسه جلال الملك ويؤهله ويخوله وحده صلاحية الاستفتاء استفتاء أو استصدار فتوى من المجلس العلم الأعلى المجلس العلم الأعلى يتضمن ضمن هرميته هيئة الإفتاء هذه هيئة الإفتاء يكون فيها الإفتاء جماعياً ويتولى تدارس القضايا التي لها صلة بالشريعة الإسلامية فالمدونة الأسرة فيها أشياء من المسائل القواعد القانونية الحاكمة للأسرة المؤثرة طبعاً بالقيم والمبادئ والدين الإسلامي وفيها قواعد أخرى إجرائية مصطرية بحثة فما هو مصطر إجرائي بحث هذا لا شأن للمجلس العلمي به ولكن يعني تمحيص المجلس العلمي الأعلى وهيئة الإفتاح سينصب على النقاط والقضايا التي لها صلة بالشريعة الإسلامية والتي يحدد فيها إطاراً يعني ما يمكن فيه البحث والإجتهاد وما لا يمكن أو ما يكون فيه الإجتهاد محدوداً يعني محدداً فجاءت الملك لما قال في 2003 بأنه لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً انطلق من هذه المبادئ مجتمعة أنه حامل الملة والدين ثم أنا إلى الآن تكلمت عن الدستور لكن هناك ما يسمى بما فوق الدستور الفوق الدستوري أو هذا السيبرا كونستيسيونال هذا السيبرا كونستيسيونال هو أعلى من الدستور ما الذي أعلى من الدستور في المغرب؟ هي النقاط أربعة لا يمكن حتى تعديلها منها مثلاً الخيار الديمقراطي ومنها الملكية النظام الملكي وفيها المرجعية الإسلامية كشيء أساسي فالمرجعية الإسلامية والثوابت ثوابت التي توضع عليها المغاربة واتفقوا عليها موقرون يعني مش اليوم فقط فهذه تعتبر أسمى حتى من الدستور ولا يمكن المساس بها أو تعديلها بالتالي فبشكل يعني أنا شخصياً كنت أنتظر هذا المخرج أو التخريج للقضية فباعتبار مسألتهم الأسرة والأسرة لمن يزايد على عديد من النقاط الأسرة هي يعني ممكن تقول فيها ليس فقط عماد المجتمع وإنما هي عماد كل ما يمكن أن يتطلع الإنسان فتتقول أن الأسرة هي مرتع للتربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية والتربوية فإذا أنت بنيت الأسرة يعني بنيت مجتمع سليم فبالتالي الأسرة هي من القيم ومن الثوابت لفوق دستورية هناك خيارات فيما بين الدول دول علمانية مثلاً اختارت أن تجعل الفرد هو محور الاهتمام وهو غاية الكون وغاية المجتمع وغاية الدولة هناك خيار ثاني ولاسياً ما في البلاد الإسلامية التي جعلت الأسرة هي محور الاهتمام والعناية والرعاية ليس تفريطاً في الفرد وإنما خدمة للفرد لاعتبر أن الفرد هو الكائل الإنسان والكائل الوحيد الذي لا يستطيع أن يعيش خارج الأسرة ممكن أن تأخذ أي حيوان حديث الولادة ممكن أن تأخذه ويعيش بعيد لا يحدث له شيء لكن الإنسان حينما يبعد عن بيئته الطبيعية لا يعيش حياة سوية قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب ترجمة نانسي قنقر